قيل إنهم كانوا من ذرية نوح عليه السلام وهم أهل شر وفساد وقوة وعدوان لا يصدهم شيء عن الظلم فهم الجبابرة الأقوياء وسيقتلون جميعا في مقتلة عظيمة ويكونون علامة من علامات الساعة الكبرى فهم يأجوج ومأجوج يروى أن الخليفة العباسي الواثق بالله رأى في المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين ليحبس يأجوج ومأجوج خلفه قد انفتح ففزع وارتعب وفكر مليا في إرسال بعثة لاستبيان الأمر فأخبر الخليفة قائد الجيش العباسي بحقيقة رؤياه فأخبره أن هناك رجلا اسمه سلام الترجمان يعرف ثلاثين لغة هو الذي يصلح لهذه الرحلة يقول سلام الترجمان عن تلك اللحظات فدعى بي الواثق وقال أريد أن تخرج إلى السد حتى تعينه وتجيئني بخبره وضم إلي خمسين شابا أقوياء وأعطاني خمسة آلاف دينار وأعطاني ديتي إن ميت في الطريق عشرة آلاف درهم ومئتي بغل محملين برزق سنة لكل شاب في البعثة فجهز سلام الترجمان قافلته وطعامه وشرابه وخرجوا جميعا حتى وصلت بعثة سلام الترجمان مملكة الخزر اليهودية يقول سلام فأقمنا عند ملك الخزر يوما وليلة حتى وجه معنا خمسة أدلاء مرشدين فسرنا من عنده نحو الشرق ستة وعشرين يوما فانتهينا إلى أرض سوداء ناتنة الرائحة فسرنا فيها عشرة أيام ثم سرنا إلى مدن خراب فسرنا فيها عشرين يوما وسألنا عن حال تلك المدن فخبرنا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يتطركونها فخربوها حتى وصل سلام الترجمان إلى مدينة اسمها أيكا ورأى فيها مزارع وهي التي كان ينزلها ذو القرنين بعسكره وبينها وبين السد مثيرة ثلاثة أيام وحصون وكورا كثيرة فصارت البعثة عبرها حتى كان اليوم الثالث وصلت البعثة إلى المكان المنشود ليجدوا جبلا مستديرا ذكروا أن يأجوج ومأجوج فيه والسد الذي بناه ذو القرنين هو ممر بين جبلين عرضه مئة ذراع وهو الطريق الذي يخرجون منه فيتفركون في الأرض فوصف سلام السد كأنه أمامه وكان مثار شك وريبة فمن ذا الذي يحكم أن ما رآه صحيحا أم لا فلم يره أو يصفه غيره من الرحالة ومع هذا التشكيك فقد أشاد الكثير من الباحثين الأوروبيين بهذه الرحلة والملاحظات الضقيقة التي ذكرها سلام الذي يقول عن السد حفر ذو القرنين أساسه ثلاثين ذراعا إلى أسفل وبناه بالحديد والنحاث حتى ساقه إلى وجه الأرض ثم رفع عضادتين عرض كل واحدة منهما خمس وعشرين ذراعا في سمك خمسين ذراعا وكله بناء بهيئة الطوب أو الحجارة وعليه حديد مذاب في نحاس وحجم الحجارة الواحدة ذراع ونصف في ذراع ونصف في سمك أربعة أصابع ويؤكد سلام أن ذا القرنين استطاع بناء السد مثل الباب تماما ردم أعلاه حجارة مصنوعة من الحديد والنحاس ثم فوق ذلك حديد ونحاس مصهور ومذاب بالنار حتى لا يدخل من الباب ولا من الجبل ريح وكأن هذا السد الذي يشبه الباب أصبح مثل الجبلين الواقع بينهما فيحسب الرأي أنه جبل مثلهما تماما بل يؤكد سلام الترجمان أن هذا السد الذي يبلغ ارتفاعه مائة وعشرين ذراعا كان له كفل طوله سبعة أذرع وفوق الكفل بقدر خمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول الكفل وعليه مفتاح معلق طوله زراع ونصف معلق في سلسلة ملحومة بالباب طولها ثماني أذرع ومع الباب حصنان كل واحد منهما مائتي ذراع في مائتي ذراع تفاجأ الترجمان بعدد من الفرسان على رقبة كل واحد منهم مترقة كانوا يدركون كل يوم ثلاثة ترقات على هذا البناء العظيم فيضرب الكفل ضربة في أول النهار فيسمع لهم من وراء السد أصوات عالية مثل الزنابير ثم يخمدون فإذا كان عند الظهر ضربه ضربة أخرى ويصغي بأذنه إلى الباب فتكون جلبتهم وصياحهم في الثانية أشد من الأولى ثم يخمدون فإذا كان وقت العصر ضرب ضربة أخرى فيتكرر نفس الأمر ثم يقعد إلى مغيب الشمس ثم ينصرف فكان الغرض في ضرب الكفل أن يسمع من وراء الباب فيعلموا أن هناك حراسة ومراقبة عليهم ويعلم الحراس أن يأجوج ومأجوج لم يحدثوا في السد شيئا وقد سأل سلام الترجمان هؤلاء الحراس عن أي عيوب لاحظوها في هذا السد قالوا ما فيه إلا هذا الشك والشك كان بالعرض مثل الخيط دقيق فقال الترجمان تخافون وتخشون عليه شيئا فقالوا لا قال سلام فدنوت وأخرجت سكينا فحككت موضع الشك فأخرج منه مقدار نصف درهم من الحديد المتساكت منه وأخذته في منديل لأريه الواثقة بالله وانتهى سلام الترجمان من معينة سد ذي الكارنين وأكمل بعثته على أتم وجه وقرر العودة يخبر الترجمان أنه في هذه الرحلة توفي 12 رجلا في الذهاب وأربعة عشر في القيام فلم يصل منهم إلى ثام الراء إلا 14 رجلا و23 بغلا وكان وصولهم إلى السد في 16 شهرا وعودتهم إلى ثام الراء في 12 شهرا ودخل بعدها على الواثق وأخبره ما رأى وجعله يرى الحديد الذي حكه من الباب فحمد الواثق الله عز وجل أن السد لم ينقب ولم يهدم ويظل صدق أو ادعاء تلك الرواية على من رواها ويجدر بنا أن نذكر أن رحلة الترجمان كانت مرجعا للعديد من الجغرافيين العرب ولعل أبرزهم الإدريسي الذي رسم خريطة العالم وحدد مكان أرض يأجوج ومأجوج كما صرد سلام الترجمان في رحلته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر